أحمد حداد معنا في الستوديو صباح الخير يا أحمد من أورنا صباح الخير يا أحمد يمكن في المقدمة يعني قلت مزاج سيداتي وطلع هو مزاج سياتي وبكل الأحوال الاسم شدني فحدثنا أكثر بداية عن الديوان ماذا يحوي في طياته ولماذا اخترت هذا الاسم يعني ايه مزاج سياتي مزاج سياتك يعني هو سنة 2010 أنا الاسم يعني الكلمة جات لي كده ولا شيء يعكر مزاج سياتي وما كانش في مدماغي أن أنا أكملها أغنية على آخر السنة كتبتها وبعدها بسنتين 2012 فيروس كراوية غنتها وشريف الوسيمي لحانها صديقتي وبعدين لما قررت أعمل الديوان كان عندي أصايد كتير جدا وما كنتش عارف بالضبط أسميه إيه فهو كان مقسوم جزئين جزء أصايد أصايد مش أغاني يعني وجزء الثاني الأغاني اللي هي إما أغاني فرق عملتها اللي بتغني إما أغاني الأعمال اللي هي أفلام أو مسلسلات كتبتها فلاقيت فيلم أن اسم مزاج سياتي اسم بيشد وبعدين كمان جزء الأولاني اسمه تحت تأثير الدواء فبرضو له علاقة بالمزاج آه في فترة أعتقد مريت بيها ربما بالظروف كنت بتأخد أدوية والديوان ده من سنة 2013 أنت قلت يعني معنا كده أنه بقاله خمس سنين تقريبا آه في حاجات من زمان آه 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 طب أنا لفت نظري وأنت بتتكلم قلت في قصايد وفي مش عارفة مش أغاني فلعايز أعرف هو الديوان يعني ممكن أعذر جاهلي يعني الديوان عبارة عن إيه يعني هل هو يعني بيفرق إيه مثلا عن الغنوة أو الشعر أو الطقطوقة طيب بالنسباني أنا آه هما كلهم شعر كله شعر آه بس عمي ولا بالعامية بالعامية طبعا آه يعني فيه شعراء متخصصين في الأغاني يعني هما كل بيكتبوا بيكتبوا أغاني فهما في الآخر اسمه شعر غنائي أنا بكتب حتى الأغناء اللي بكتبها كلها بتبقى ينفع بنزلها في الديوان المرة دي أنا أيل فيه جزء أغاني لأن هي بالفعل أغانية عملت يعني هي جمعت الأغاني اللي أنا عملتها من أول ما بدأت اللي هي ما تنشريتش قبل كده وحطتها في الديوان ده ده بس ده الحاجة الوحيدة اللي خليني أقول عليها أغاني عشان هي بالنس سمعتها كأغاني قبل ما تسمعها طيب بس يعني أعملت لي اختارت الشعر الغنائي يمكن الشعر الغنائي يعتبر يستخدم الشعراء العرب منذ القدم حقيقة هو أقرب إلى الواقع أقرب إلى الناس هل هذا كان سبب اختيارك للشعر الغنائي نعم تكتير يمكن غير القصائد اللي أنت كاتبها التي لا تغنى تكتب كتير شعر غنائي وتم غنائها فعلا أنا دائماً أقول أن دي بتبقى لها علاقة بالملحن كمان يعني فيه شعراء بيكتبوا حاجات بتبقى ما ينفعش غير أنها تتلحن يعني هي بتبقى حاجات مهنة فقط وفيه ناس موسيقيين شاطرين بيعرفوا يستوعبوا الشعر يعني فيه ناس بيقولوا هو بيستسهلوا فبيتلاقيوا يقولوا الكلام ده تقيل شوية ما ينفعش يتلحن لكن فيه ناس بيعرفوا ياخدوا الكلام ويطلعوا منه المزيكة كويس قوي طبعاً فيه حاجات مثلاً زي مثلاً صلاح جاهين عمل ربعيات صلاح جاهين اللي هي كلام فصيح جداً وفيه معاني فلسفية كتير جداً بس هي متقسمة ربعيات سهلة وفيها مزيكة تنفع تتلحن ففيها الحكتين فيها المزيكة بتاعت اللي هي نفع تتغنى وينفع تتلحن إنه في نفس الوقت لما تتقل قصيد تتقل برضو بشعر ويلة طيب انت كتبت أغاني في فرقة وسط البلد طبعاً الشهيرة طبعاً فنانة عنوشكل فنانة علي الحجار كتبت الناس كتير وحتى أسست كمان أيضاً فرقة اسمها ريترو وكتبت الاسكندريلا وكتبت فايروس كاراويا اللي هي اسم مزاكسياتي طب انت ممكن تقول لنا حاجة يعني ترتقل لنا حاجة من الحاجات اللي انت بتكتبها؟ الحقيقة مش بفتكر قوي بس ممكن أبوش حاجة ممكن كون الديوان أنا شدتني قصيدة مين؟ مين؟ والشوك بيتلقاني في الأحضان عطشان والدموع ما بتروينيش أنا البريء والمتهم والشاهد كشفت وشي لربنا الواحد وقطفت وردة قمت النهاردة مكتئب وحزين للوردة يبسطني ولا اليسمين قال اللي قال اشتعمل الأزهار في الميتين وانا موتت امتى؟ دلوقتي ولا من سنين صدقت نفسي في البكة والشعر أدمنت الخيال والسحر رسمت لبنات الجيران بكرة وديت لبكرة قلبي للذكرى أنا خطر على قلبي خطر على قلبك وانت ايه زنبك تقرأ قصيدة موت في عز الحياة انت زنبك ايه تشاهد المأساة أنا لو أبوك كنت منعك تتغم أنا لو أبوك أضربك أنا لو أبوك أحضنك وخب عينك من الضمار والدم وأؤمرك تحكيلي عن بنت حلوة عنيها بتكهربك أنا لو ابنك أخجل من الحزن اللي بيعجز أنا لو حبيبك أركز في ريحة النعناع واليسمين أنا لو لكن صحيح أنا مين أنا اللي بجلد روحي بطعنها بالسكين ولا اللي غنى لعمري لسه ما انتهاش أو يمكن بستعبط بصيت لنفسي لقيتني متشخبط كإني حلم غريب أو أنا نفسي القصيدة اللي لسه ما كتبتهاش دي اسمها مي؟ مين 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 أنا فكرها مي بالإنجل مين هي ممكن تكون مي أعتقد لأنها أيضا تتحدث عن الذات بإلى حد الماء أو حد كبير تترجم مي إنت قلتني الغلاف لو نطلعه كده أصد الكاميرا الغلاف هو عبارة عن حد لابس بادلة دي صح؟ آآ عليها يعني ملهوش راس ومحطوط بلالين بادلة أنا مش فاهمة إيه معنى يعني إيه معنى قلتلي أن أنت سبت لديزاينر هو يعملها أنا مردتوش خالص بس أنا اللي عجبني أنه هو كل الحاجات دي طلعا يعني هو واضح أنه هو أرى الأصايد يعني فيها تفصيلات يعني هتلاقي فيها مثلا سمك وفي قصيدة اسمها وإحنا ليه مش سمك وفي آآ 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 آآ52 فيه شبابيك مكسورة وفي قصيدة اسمها البيتاب وشبابيك مكسورة وبرضو حكاية الشاب اللي بيعزف جيتار وعلى السحاب وطلع منه بلالين اللي هو اطلق لنفسه العنال اه في حاجة انا مش عارف مش عاوز برضو انا ما بحبش احلل قوي الخيال بتاع الفنان بس انا حاسس ان في حاجة ما هو فهمها من الشعر بس دي جرأة منك انك تسيب شغلك لحد يعمله ومتتت انا ما بحبش اتدخل في الفنان وراضي يعني انت راضي عن الشكل النهائي انا ما بحبش اتدخل في شغل الديزاينر بتاع الكتاب لان في الاخر اول افيش اللي بيعمل افيش لان في الاخر صاحب العمل بيبقى عنده رؤية ما ينفعش يفرضها على الرسام لانه في الاخر لازم يبقى فيه عين تانية صحيح صحيح طيب يعني احمد انت ممكن راح يتوقع او حفل توقيع هذا الديوان اللي نتحدث عنها قريب مع فرقة اه يمكن ان تأسازتها فرقة ريترو اه ايه راح تقدموه خلال حفل التوقيع احنا بنقدم الحاجة اللي احنا مشهورين بيها اللي هي بنقدم الاغاني القديمة اللي هي يعني زي ما احنا من الناس عارفة ان ريترو يعني قديم بالزرط احنا بنغني الاغاني القديمة اللي هي ما هيش طرب اللي هي اغاني يعني اه يعني اه يعني جهازتو خلاص اصطفقتو علي حد قدمو اه بنغني من لي حاجات اه شكوكو اه وحاجات صلاح جاهين الخفيفة وحاجات اللي هي سيد مكاوي اللي هي مش بنغني بقى يعني صلاح جاهين عنده حاجات تانية بقى اللي هي برضو فيه حاجات طرب وحاجات بردس سكتشات ممكن نقول ساعة بيبقى فيه سكتشات يعني الحاجات اللي هي بتبقى البطل فيها هو الأداء مش للطرب وكمان البنتين اللي معايا اللي بيغنوا الفوكاليز التانيين هم بيغنوا طرب أصلا بس هم كمان ممثلات ففي جو من الأداء هو اللي غالب أكتر من من الصوت يعني بس هم أصوتهم يعني أنا عن نفسي مش مطرب بس أنا بيستعينوا بيبالحاجات اللي هي أكتر أداء كان احنا استعانينا بيك أحمد لكن مع الأسف الوقت انتهى كاميرا يوم جديد رح تكون معاك في توقيع الحفل ورح نلتقي بيك أيضا في عندما توقع ديوانك الثامن هذا الديوان السابع صحيح أحمد حداد شكرا جزيلا إليك توجدك معنا في هذا شكرا يا فرد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر